لم تكد تخرج من الزلازل السياسية التي ضربتها على مدى عقود حتى هزها زلزال طبيعي عمق جراح شعبها وزاد من أزماته زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية خوست الأفغانية وأحدث كارثة بشرية حصدت من الأرواح ما لم تحصده الحروب لعدة أشهر 1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب في حصيلة ليست نهائية إضافة إلى تدمير مئات المنازل وفقدان مئات الأشخاص تحت الأنقاض ظروف البلاد السياسية والاقتصادية زادت من تدعية هذا الزلزال ودقت ناقوس الانذار العالمي لمساعدة البلاد وإغاثة المنكوبين حيث وسائل الانقاض وإدارة الكوارث في البلاد ما زالت بدائية حتى أن المنقذين قاموا بالحفر بأيديهم لعدم وجود أدوات الحفر وذلك إذا تسنى لهم الوصول إلى الأماكن المتضررة من الزلزال المناطق الريفية شرقي أفغانستان حيث وقع الزلزال ليست بالمكان الذي يسهل التنقل فيه الأمر الذي جعل الموقف من الكارثة أكثر حرجا وعجزا ولهذا تنتظر البلاد استجابة دولية للمساعدة في تخفيف أثار النكبة وتعد أفغانستان من البلاد الوهاقعة على خط الزلازل وخصوصا في محط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية العراسية والهندية وسجل أعنف زلزال في تاريخ أفغانستان الحديث عام 1998 في ولاية تخار حيث أودى بحياة أكثر من 4500 شخص بالإضافة إلى آلاف الجرحى